الدورة يروح لمن السنة؟ على الحسابات لغاية دلوقتي الزمالك حسبياً دي الأرقام الأرقام اللي انت بدأتكلم فيها نقطة 84 والأهل يوصل روح 80 بس مطش برامدز الزمالك برضو مش سهل هو ده الفايصل يعني المطش ده اللي هيفصل لقب الدوري؟ هيفصل بنسبة 70-80 لمن؟ الزمالك يروح يكسب ولا برامدز يساعد الأهل إنه هو يكسب وبرامدز يخش هو كمان؟ ما برامدز هساعد نفس هو كمان؟ ما هقولك برامدز لو ساعد نفسه هيوصل 80 فكده تاني الأهل لو كسب هيبقى العشر مطشات يبقى 81 الزمالك لو عنده دروب وحصل معاه مطش فهيرجع يبقى أقولك رأيه مرات الزمالك وبرامدز غير فاصلة بالمار مش فاصلة يعني أصد مش هتحسم أي حاجة لا مهبوس حسابات المطشات الأخيرة أو المحطات الأخيرة بتتحسب في انت مين بقى اللي هيقع انت لو حصل دروب للزمالك طبعا بصفة ان هو متصدر فهيدي فرصة لهم هيقرب العالي وقرب برامد ولو كيسب الزمالك هيبقى شوية هو ده طبعا ما اقولك هو ليه انا ما بقولش ان هو محطة اساسية بس هي كمان حاجة كده في النص يتكمل يتعملك وبعدين خد بالك في مشكلة كمان في الكرة المصرية وانت راجل من الناس المتابعين كويسي جدا سواء لأوروبا أو مصر عندك الخسارة ببقى عندها مشاكل كتير في المحطات الاخيرة بقى يعني غير انت قول الدوري نص الدوري لأ انت في اخر خمس ست ماتشات بتخسر بتلاقي نفسك تعادل تلك ماتش كمان خلاص خلص الموضوع عشان كده انت محتاج تكسب يعني الاول مرة اخد بالك من فترة طولة في الزمالك يكسب اربع خمس ماتشات قبل ما يقابل الاهلي فده رقم فالاهلي قدر يرجع في الدوري فلسه لسه يكتير اه طبعا عندك انت بتكلم عشر نتشات في الاهلي وتمان نتشات زمالك وتمان نتشات بيرامد بس هون مش كده الفترة الزمانية اللي قول ايه ايه شهر يعني على عشر مباريات الموضوع انا بصراحة ما بحملش ربط الاندية او اتحاد الكور اي دور خلاص هو عنده تراكمات انا السنة الجاية اعتقد وضع قائم كلنا مستحملين اه